دكتور نصر سالم رئيس جهاز لإستطلاع الأسبق سيدة ألواء ورحبك أهلا وسهلا نعم سيدة ألواء كما تابعنا منذ قليل هذا الافتتاح لمعرض أديكس وأيضا الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح حسيسي لكن دلالة هذه المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم في الدورة الثالثة لهذا المعرض يعني مثل هذا المعرض هي فرصة مش لمصر فقط أو الدولة العارضة أن هي بتتعرف على أحدث ما وصل إليه التكنولوجيا في التسليح وعلى مستوى العالم كله لكنها أيضا فرصة لكل الشركات ولكل الدول أن تعرض ما لديها في مثل هذا المعرض زي ما حضرتك قدمتي وزي ما شفتي عدد العارضين وعدد الرواد اللي جايين سواء كانوا موزراء دفاع أو رأساء أركان أو مهتمين بالتسليح من شركات التسليح وخلافه كل دي فرصة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا في التسليح لأن السلاح زي ما عارفين هو العنطر الرئيسي في أي جيش وبالتالي هذا التسليح اللي لم يكن لديه كل المتطلبات اللي مطلوبة في السلاح اللي هي أهمها اللي هو التقدم العلمي بمعنى أنه متقدم دائما عامة لدى العدو وبالتالي فيه صراع فيه سباء في التطوير بين المدافع وبين المهاجم لو فيه حد ممكن يقول يصبر على التطور فيبقى أي حد تاني غير التسليح لأن سرعة التطور دي ما بقول بين المدافع والمهاجم يجب باستمرار أن أي جيش في العالم بيقتني أحدث الأسلحة من الجيش بتاعه عشان يبقى حاسم يعني متوفر لديه التفوق اللازم على كل أعداؤه وبالتالي هذا التطور المستمر لابد من الكل أنه يطلع عليه طب لو أنا عندي مثلا زي ما عنا شايتين نهاردة 400 شركة وعايز أشوفهم وهنفع عليهم مثلا ب46 دولة طبعا استحالة إنما الفرصة أن أتي بهم جميعا إلى هذا المكان في نسبة موجودة من المقارنة النوعية بقدر أشوف السلاح دا واستلاح دا جنبه وأقارم بين دا وبين دا وأختار إيه الأفضل وبالتالي زي ما بنقول وبددها تتميز الأشياء كل ما اشتلاح بشوفه بشوف اللي جنبه اللي بعده أقدر أحصر بالضبط إيه اللي يلزمني إيه اللي يناسبني طيب إيه التطور لنا مطلوب أن أنا أعمله ومنتظرش كل هذا أنا بجيبه فيه جرعة واحدة مركزة هي مثل هذه المعارض اللي بتوفر علي أن أنا أصول وأجول حبر الدول العالم وحبر الشركات عشان أطلع على ما لديها عشان يعني أذهب بكل هذا الكم من القادة ومن المسؤولين عشان يلفوا على الشركات برضو كل دا بوفره في مثل هذا المعارض أيضا هي فرصة للشركات إنها تتعرف على بعضها على الأرض مباشرة وتتفق فيما بينها على التعاون إيه نقاط التعاون اللي ممكن يتعاونوا فيها يعني مصر النهاردة قبل ما ينتهي هذا المعارض هيكون هناك أكتر من شركة بنتفهي معها لو فيه تصنيع مشترك هنعمل إيه أنت هتقدم إيه أنا إيه فيه بروتوكولات بتتحط فيها عقود بتكتب وفيه وعود كمان بالنسبة للتصدير يعني مصر الحمد لله لدينا عقود على تصدير بعض أنواع الساعة اللي احنا برعنا فيها دي ممكن مش عايزة أقول لشهوره ربما لسنين كمان فكل هذه المعارض بتوفر على العارضين أنهم يذهبوا إلى المستخدمين لهذه الأسلحة أو المهتمين بالتصليح سواء كانوا رسميين كضباط كقادة كرأساء أركان كوزراء دفاع أو شركات التصليح كل ده زي ما بنقول هذا المعرض اللي فيه ثلاث أربع تيام معدودين بيوفر كل هذا الجهد وكل هذا الزمن لكي نخطو خطوات تريعة وزي ما احنا شوفنا المهاردة الفرقات الجبارة الصناعة المصرية الخالصة ما كانش ممكن نعلم هذا كان سؤالي القادم سيدة اللواء أكدت على حرص مصر على تنويع المصادر وتنويع الشركات مع دول العالم لكن فكرة التصنيع المحلي وأهميتها في هذا المجال بالتحديد والإعلان عن أكثر من منتج أو سلاح بحري صوني عبقايد المصرية خالصة أهمية ذلك وهو في حسنين اتنين في وقت واحد لازم نتكلم عنهم دلوقتي بالنسبة لهذا التسليح أولا الجيش لازم زي ما قلت فيه التسليح بتاعه أنه هو مش بس أنه هو يحتفظ بمقارنة نوعية متفوقة عما لدى العدو ولكن مع ظروف الحرب الحديثة اللي بتستهلك فيها الأسلحة والزخائر بكنيات كبيرة جدا بتصل إلى المئات والألاف من المعدات والألاف من أطنانة الزخائر كل ده بيستدهي إنه عايز إمداد مستمر أثناء الحرب ما قدرشي أقول بقى ده اللي عندي كافة عايز تصنيع عايز على طول الإمداد طيب الإمداد ده أوفره إزاي بالتصنيع المحلي ده يبقى ده رقم واحد بس صناعة السلاح ماشي سهلة مكلفة جدا جدا ولها متطلبات أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية كتير جدا طيب إيه تاني ممكن أعمله إن أنا يبقى ليا دولة صديقة ليا وعدوة لعدوي علاقاتها بعدوي وليست على ميرام أضمن إنها تمديني بالسلاح اللي أنا عايز له وقت الحرب قد دي مش متوفرة يبقى أعدد وأنوع من مصادر التسليح بحيث إن إيه لو دولة ما تدتنيش أخذ من الدولة التانية كل ده عاملينه واعتمدنا بالأساس زي ما بنقول ما حكى جلدك مثل ظفرت على التصنيع المحلي وكان من المول من الصمار بتاعته الفرقات الجبارة نحن تفتناها النهاردة قبل كده فيه دوويند اللي هو تصنيع مشترك مع فرنسا لدينا أصناع تسليح كتير جدا سواء كان متفعية إذا كان صواريخ إذا كان فقرات كل ده في حاجات إحنا بنعمل تصنيع مشترك مع دول متقدمة وفي حاجات إحنا بنعمل لها تصنيع منفرد من عندنا وأي أن كان التسليح فهو لابد دو أن يكون أحدث ما لدى العالم من أسلحة لازم يكون تكنولوجيا بتاعته عندنا لأن زي ما قلنا المقارنة هنا ما بترحم شي لأن هزيمة يا نص اللي عايز ينتصر لازم عنده تفوق في التسليح بتاعه وإلا المركب هتعديه وهيبقى الموقف مش مظلوظ نعم سيادة ألواء يعني حماية الأمن المشترك أيضا من ضمن ما ذكره وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال افتتاح هذا المعرض فكرة الأمن القومي لدول المتجاورة أهمية التنسيق بين هذه الدول لحماية الأمن المشترك من خلال أيضا تطوير الترسنات ترسنات الأسلحة حتى لو لم يكن هناك حالة حرب واضحة بشكل كبير لكن بالتأكيد مع التحديات المختلفة التي نراها على مستوى العالم لابد من وجود مثل هذا التعرض يعني زي ما بنقول ما فيش شيء أوضح من اللي احنا شايفينه في محطنا العالمي الآن أي دولة فيها ألأ وهي في الجوار بتؤثر على من بجوارها أي أمن وطني لابد دوان يتأثر بالأمن الإقليمي وبالتالي أمن الجار هو جزء من أمني وإلا لو البيت اللي جانبه مولع لن أسلم أنا من نيرانه وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر مع أشقائنا مع جراننا مش بس على أن احنا يبالينا جيوش مشتركة أو تعاون بنسبة لأعمال القتال ولكن أيضا في مثل هذا التسليح وهذا التصنيع وإحنا كان قدامنا كان عندنا نهائة العربية للتصنيع كانت في وقت من الوقت كانت واحدة جدا وكنا أخذنا خطوات متقدمة والحمد لله إحنا في مصر جانينا سمرها رغم أن نجينا في وقت من الوقت تعرضت لزروف سياسية إنما مصر كملت بيها ياريت نرجع تاني ونرجع مثل هذه الهيئة لأن زي ما بقول التصنيع محتاج لميزانية كبيرة جدا أكبر من ميزانية الدول اللي على النمية أو الدول اللي هي غير الدول القبرى دي اللي بتقدر تصنع تقدر تصدر تعمل حاجات كتير وبالتالي لابد من التعاون الإقليمي بين الدول اللي هي الصديقة لكي تنتج أسلحة توفر لنفسها الحماية باستمرار لا بخلاف التنسيق باختلاف بخلاف التدريبات المشتركة كل دي أمور لابد أن تتم باستمرار وبصفة منتظمة لكي نحافظ على أمننا القومي ونكون في حالة من اليأخذة والاستعداد أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز استطلاع الأسبق كنت معنا عبر الهاتف